تكنو PLANET INFORMATION FLARINET أيها المتابعون الكرام أهلا وسهلا بكم في تسجيل جديد نسلط الضوء من خلاله على مسألتين مهمتين في نظام التشغيل ويندوز 11 المسألة الأولى هي والمسألة الثانية هي والمسألة الثالثة أيضا كيفية عرض البرامج التي تشتغل في خلفية النظام ليست التي نستعرضها بويندوز بلس ت وإنما البرامج التي تشتغل في الخلفية والتي يمكن الوصول إليها من خلال الذهاب إلى صينية النظام نبدأ بأول شيء وهو البرامج والمسألة الثالثة المسألة الثالثة تما تحويل مكانه أو اختصار استدعائه من ميندوز بلس آ إلى ميندوز بلس أل على الأقل في اللغة الفرنسية جنسية لسطر هذه أقصام الإشعارات نظر ترجمة لسطر نظر هذا الإشعار الإشعار السابق كان إشعار خاص بوضع الإدخال نظر نظر 1 sur 1 niveau 2 نظر 3 رسيكو لسطر 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 نتحرك بطاب في هذه الإشعارات تجاهل الإشعار إظهار إشعارات أقل طي أو إخفاء هذا الإشعار إعدادات خاصة بهذا الإشعار وكنا قد رأينا هذا في Windows 10 حذف هذا الإشعار لو تحركت بطاب مرة أخرى برنامج الإنفديا سيعلق في بعض الأحيان الإنفديا يعلق مؤشر الإنفديا يتوه من المكان الذي أقف فيه لذلك يجب إعادة تشغيل برنامج الإنفديا في حالة شعورنا بأن المؤشر غير مستقر وهذا راجع إلى أن النظام والإنفديا ليسا مستقرين حتى الآن أرجع بمشتاب إلغاية إنوغي أي تجاهل مشتاب مرة أخرى نظر على المشتاب أتحرك بمشتاب وقال لي حذف كافة الإشعارات الخاصة به Windows Defender نظر على المشتاب إعدادات خاصة بهذا الإنفديا يجب إعطينا الإشعارات الخاصة بالمود دو سيزي وحذف كافة الإشعارات الخاصة بالوضعية الإدخال و هذا هو ما يهمني في هذه الأمور عندما نقول في مركز الإشعارات ونتحرك بمشتاب وضع التركيز أو وضع القراءة فحذف الكل هذا القالندري يعني اليومية أو ما شابه ذلك يعني يقول لك فتح اليومية يعني اليوم الثنين واحد وثلاثين يناير في مركز الإشعارات يمكن التعامل بنفس الطريقة التي كنا نتعامل بها من قبل الدغط على إدخال في أي إشعار أو الدغط على إعداد الإشعار كي نقوم بإقافة تشغيله مثلا نعود إلى مركز الإشعارات هذا الإشعار نريد أن لا يظهر لي مرة أخرى نقوم بإعدادات هذا الإشعار نحن نختار نقوم بإحضف الإشعارات نقوم بإحضف الإشعارات نقوم بإحضف الإشعارات إحضفة لا يوجد أي إشعار المسال الثانية هي يمكن أن نستعرضه بWindows Plus A الذي كنا نستعرضه من خلاله سابقا في Windows 10 مركز الإشعارات Windows Plus A التحرك في مركز التحرك يكون بالأسهم يمين ويسارا هذا الWi-Fi الوضع الطيران قساد الطاقة الوضع المضلوم تقريبا الذي تمت إضافته إلى أغلب الأنظمة والبرمج مؤخرا point d'accès sans fil mobile bouton bascule point d'accès sans fil mobile non enfonce 6 sur 9 نقطة الوصول يمكن أن ننشئ نقطة الوصول من هنا assistant de concentration bouton bascule non enfonce 7 sur 9 وضع التركيز accessibilité bouton 8 sur 9 l'accessibilité partage de proximité bouton bascule non enfonce مشاركة الملفات مع الأجهزة القريبة 9 أشياء نحن نرجع للWi-Fi نوقفوه بالإدداء على المسافة Wi-Fi bouton bascule Wi-Fi RIDA enfoncée Wi-Fi RIDA 1 sur 9 luminosité potentiomètre 0 1 sur 2 توقفة الوي-Fi و أخذلي إلى مسألة أخرى نرجع بمشتاب إلى غاية Wi-Fi Wi-Fi bouton bascule Wi-Fi non enfoncée 1 sur 9 Wi-Fi non enfoncée espace Wi-Fi enfoncée disponible نفترد على أنه لم نقوم بتوصيل أي Wi-Fi حتى الآن gérer les connexions Wi-Fi bouton gérer les connexions Wi-Fi 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 fenêtre liste Wi-Fi RIDA connecté sécurisé ننزل 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 هذه Wi-Fi مسألة أو إدخال qui تكون محددة se connecter automatiquement case à cocher-cocher يعني التصال دائمًا فيها بهذا Wi-Fi tilقائيًا محدد se connecter ونضخل la clé de sécurité ونقوم بتضغط على OK bureau liste نعود إلى centre de contrôle Windows plus A centre de contrôle fenêtre Wi-Fi bouton bascule Wi-Fi RIDA enfoncée Wi-Fi Bluetooth bouton bascule le 9 يمكن التعامل معه صراحة حتى le ضغط على l'espace enfoncé non connecté luminosité potentiel non enfoncé Wi-Fi bouton bascule من مركز الإشعارات Bluetooth bouton bascule non enfoncé 2 sur 9 حتى وإن جعلناه enfoncé لا يمكن التحكم في بعض الأشياء الخاصة بالBluetooth من هذا centre de contrôle Wi-Fi bouton إذن استعرضنا ماذا يوجد في الليست طاب مرة واحدة gérer la connexion Wi-Fi يعني إدارة la connexion الخاصة بالWi-Fi هذا يمكن التعقف على Wi-Fi أما يمكن التعقف على Bluetooth وطاب لا يوجد أي شيء نرجع بمشتاب ومتعقف على Wi-Fi طاب لإضاءة 0% نتحكم في الإضاءة بالأسهم يمينا ويسارا وليس نزولا وصعودا 1 2 3 4 5 7 7 8 10 و 0 ننزل بالأسهم مرة واحدة كتم الصوت لو ضغطت بالمسافة سيكتم الصوت طاب مرة واحدة حجم الصوت هو 18 يمكن أن نرفعه بألأسهم يمينا ويسارا 7 3 40 5 10 19 18 إذن 18 لو نزلت بالأسهم لن يقول إشاء لو صعد بالسهم مرة واحدة سيقلني إلى الإضاءة ولو هبط بالسهم مرة واحدة سيقلني كتم الصوت ولو ضغط بطاب سيعطني حجم الصوت مجتاب والصعود بالسهم مرة واحدة طاب مرة واحدة بطاري 87% البطارية وحجمها إن كانت متصلة بالحسوب يعني موضوع الصوت في الحواسيب التي لا تتوفر على أزرار خاصة بالصوت فيمكن أن نأتي إلى سنتر دو كنترول بWindows ودغط على طاب لغاية لمنزلت 0% الإضاءة 0% ونزل بالسهم مرة واحدة لسنسمع كتم وندغط طاب مرة واحدة ونتحكم في الصوت إذن عندنا البطارية طاب مرة أخرى تغيير الإعدادات السريعة ماذا يقصد بهذا الخيار يمكنني أن أحذف بعض الأشياء من سنتر دو كنترول وإضافة أشياء أخرى للأسف الأشياء الأخرى قليلة يعني ثلاث خيارات غير موجودة حتى الآن سنستعرضوها طاب مرة واحدة كافة الإعدادات لو دغطت بالإدخال سيأخذني إعدادات وي في بطن بسكول وي في رد عدنا إلى وي في وي في بلسام الأيمن بلوتوث ومودابيون وإلى آخره إذن نتحرك بطا مسافة على تغيير الإعدادات السريعة يقول لي إزالة تعليق الوي في يعني حذف الوي في من مركز الإشعارات يمين حذف بلوتوث حذف المودابيون وضع الطيران أقوم بالضغط على المسافة إكلايراج نقطير سيقوم بإنها الإضاءة أو شاشة المظلمة أو وضع المظلم تمت إزالة طاب مرة واحدة الآن لو دغط على هذا الخيار سيقوم بإنها الإعدادات ولكن لو تحركت بالأسهم لنقال 1 sur 2 نتحرك بالسام الأيمن إضافة إعدادات سريعة مسافة diffusée 1 sur 4 موضوع خاص بالبث أو العرض ننزل بالسام لنزل بالسام لنزل إكلايراج 3 sur 4 التي حذفناها قبل قليل ننزل Projeter 4 sur 4 Projeter هذا خاص بإعدادات الشاشات في الحاسوب لو كنت موصل أحد الشاشات بالحاسوب أضغط على Projeter وأختار تلك الشاشة والتي سيكون خيار وهو دوزيام إكرون طبعا اختصاره Windows Plus P لمن لا يعرف هذه هي الأشياء التي يمكن أن نضيفها لا يمكن أن نضيف أكثر من هذه الأشياء نحن نصعد إلى غاية إكليراج نكتورن ومسافة نحن نحن في سطح المكتب الآن آخر نقص سأتحدث عنها الآن وهي كما نستخدم هذا الأمر من خلال تضغط على NVIDIA Plus F11 في Windows 11 أضغط على تعمل Answer F11 كما نضغط على Windows Plus B كما نضغط على كما نضغط على تعمل تعمل مثل تعمل 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 نحن 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 يجب أن نضغط عليها بالمسافة كي تظهر لي البرامج التي تشتغل في الخلفية نضغط على شفران دونتفكات مسافة ثم نتحرك بالسهم أيصر لو تحرك بالسهم نزولا سيوعدني إلى شفران دونتفكات وكي أدخل في هذه القائمة يجب أن أعود بالسهم الأيصر نلاحظ يجب أن أجريًا يجب أن أقلي إلى المناسبة يجب أن أعود إلى المناسبة يجب أن أعود على المناسبة في لازون دونتفكاشون بالسهم أيصر أو سهم الأعلى لذلك لو تحركت بالسهم الأيمن أو سهم الأسفل مثلا سيوعدني إلى شفران دونتفكاشون ولو أعدنا الدغط على المسافة سنقوم بإخفاء البرامج التي تحمل في الخلفية والآن لو تحركنا بالسهم الأيصر فلن نجد أي شيء نتركوها مفتوحة أو يعني ظاهرة هذه التطبيقات ندب إلى سطح المكتب ندخل إلى لازون دونتفكاشون في ويندوز بلوس بي نتحرك بسهم الأيصر لا يوجد أي شيء بالمسافة كي نظهر إذن هذه الطريقة التي يمكننا نتعامل بها مع لازون دونتفكاشون في ويندوز أحد الأعلى لا يوجد أي إعدادات حتى الآن على الأقل لم أعرف أو أتوصل إلى أي إعداد يجعل البرامج تظهر دائما خصوصا في أنسر إف أونس كان هذا كل ما يمكن أن نستعرضه في هذا التسجيل إلى حين تسجيل الآخر دوموا بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر